المتاخلة اللي مطلوب مني يقدمها بالمجمع المقدس هي حول الميديا والتواصل مع الآخر لأنه اليوم بالوقت اللي الميديا مفروض تكون سلة وصل وسلة اتصال بين الناس عم تكون بكتير من الأحيان سبب الانفصال بين بعضهم سبب عدم التواصل بين بعضهم لأنه صارت القصة ذاتية أكتر صارت تقوقع على الذات حتى لو كان عم يتحدث الشخص مع شخص آخر عبر هالوسائل وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه ما عم بيشوف هيدا الشخص شخصيا ما عم يتفاعل معه بشكل المطلوب حتى ضمن العائلة الواحدة صارت عم تسبب مشاكل وعم تسبب خلافات داخل العائلة وبما أنه هي لازم تكون وسيلة التواصل لازم أنه نعطي فكرة كيف لازم نتعامل مع هيدا الوسائل حتى تكون بنفس الوقت عم تفيدنا وبنفس الوقت كمان عم تأدي المطلوب مننا بأنه توصل الناس بطريقة صحيحة بين بعضهم البعض خاصة ضمن العائلة الوحدة ضمن المجتمع الواحد وإذا كمان في مجال ضمن الكنيسة الواحدة ومع الكنائس الأخرى بهذه الطريقة نحن منقدر نوصل ومنقدر نتواصل بطريقة فعالة تختم المجتمع تختم الإنسانية وما تكون سبب بدمار العائلة دمار المجتمع ودمار الإنسان العالم الافتراضي والهائلة هو موضوع مهم جدا جدا خاصة في أيامنا هيدا اللي عم نعيش اليوم لأن نحن بالعنوان العريض هو عالم التواصل ولكن في الحقيقة نحن عم نعيش اللا تواصل يعني منشوف العائلة مجموعة تحت ثقف واحد ولكن في الواقع كل واحد منهم عنده عالم خاص ومش بس عنده عالم الخاص عالم وهمي عم بيفوت فيه وما منعرف نحن لوين هو ممكن يوصل هيدا الخطر بالتحديد مشان هيك هيدا الموضوع اليوم بيسلط الضوء حتى يرجع يعيد الأمور للنصابة حتى فعلا نكون عم نعيش حقيقة كاملة حول الرب يسوع المسيح في المنزل ونكون عم نتشارك مع بعضنا البعض بمحبة كبيرة مشان هيك في دعوة سريعة ومستعجلة وملحة بتقول لازم الأب والأم ياخدوا قرار سريع يقطعوا الاتصال نحن مش بعالم التواصل يقطعوا الاتصال بكل شيء دهري مشان يحطوا محلوا الاتصال بالعالم الحقيقي العالم اللي بيخلص العائلة وبيخلص الأولاد وبيحفظهم مدى حياتهم حديثي أنا هو حول تأثير التلفزيون على العائلة موضوعي طبعا موسع وكبير ولكن لح جريب اختصره وجريب أقول أنه قدي التلفزيون له حسناته وإله سيئاته قدي هو عنده عم بيأثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج من خلال المواضيع اللي عم يطرحها وبنفس الوقت عم أقول أنا بمكان ما أهمية التلفزيون بعده موجود رغم كل وسائل التواصل الاجتماعي وكمان لح ضوي على الضوابط اللي بعدها موجودة على التلفزيون خصوصي بعالمنا العربي وكمان لح شير إلى أهمية إنشاء محطة تلفزيونية خاصة بكنيستنا الأرثوذكسية وكمان بشير إلى أهمية بنفس الوقت لطالما ما عنا محطة تلفزيونية خاصة فينا بضرورة وجودنا بشكل فعال عبر التلفزيون نورسات أو التليليمير طبعاً يعني بحضورنا نحنا الفعال يعني نحنا نفعل حضورنا بها التلفزيون موضوع طبعي أنا هو موضوع بيتعلق بالتأثير الإعلام بالغرب على العائلة الشرقية اللي عيشة بالغرب طبعاً وكيف عم تتفاعل قضية بسموها الكمميليكيشن أوف انفلوينس الانفلوينس يعني التأثير هحكي عن مناهج التأثير اليوم كيف عم تتطور بعالم اليوم اللي هي أكتر من منهجيات التواصل والإعلام والإعلان هي منهجيات بسموها الصوفت باور اليوم وهي أهمية الصوفت باور بالنسبة للهارد باور كيف الأمور عم بتكون تخلق نوع من اتركشن، كمينيكيشن أوف اتركشن، كمينيكيشن أوف قرسوياجين